ما تعلق بالصوبر المصر السعودي تحاد الكرة كان أعلن الأسبوع اللي فات أنه هو سيد قراره وأنه هو الطرف اللي من حقه يختار مين يمس المصر في هذه المباراة هو لسه في جدل في الموضوع ده؟ آه لأنه مسؤول الزمالك وهم في السعودية أعلنوا أنه هم اللي يلعبوا المباراة التانية وأن المباراة التانية هتبقى بين الزمالك والتحاد جدة في القاهرة وتردد ده كتير وبعدين العبس بالعقول يتقال باستمرار السودابو موفد للاتحاد العربي يا جماعة ما فيش حاجة اسمها للاتحاد العربي في سوبر سنائي بين دولتين ما تنفعشي أرجوكم ما تغيبوش عقولي الناس أكتر من كده خلاص بقى هذه المباراة معني بها باشواندس ما السوبر بقى ولا حاجة بقى يبقى هو كده قضى على قيمة البطولة ماتشات وديه انتهى الاتحاد المصري يا ريت يا شوارب نكون جاهز البيان بتاع اتحاد الكرة اللي كان طلع قبل كده وقال ان هو صاحب من يمصر مصر في هذه المباراة وانه زا كان الزمالك هيلعب كبطل لكأس مصر مع الهلال بطل الدوري السعودي بالمناسبة بنبارك لزمالك فوزه بالكأس كأس الرئيس عبدالله السيسي مؤكد مباراة القاهرة بين بطل الدوري وبطل كأس السعودية بطل الدوري هو النادي الأهلي لو مش هيشارك هيكون التاني الإسماعيلي لو مش هيشارك هيكون المصري لو مش هيشارك هيكون الزمالك اتحاد الكرة يسكت عشان يتم القفز على الثلاث أصحاب الحقوق الأولانيين ويتم اعلان ان الزمالك اللي لا يلعب المطش انت كده مش سيد قرار اتحاد الكرة يعني حصل ده اتحاد الكرة بعد ما كان أعلن الأسبوع اللي فات ونزل هذا البيان وقال بطل الدوري المصري هيلعب بطل الكأس السعودي في القاهرة ده المباراة التانية تاني يوم شالوا الخبر من على الموقع وكأنهم اتقال لهم انتوا بتقولوا ايه فشالوا الخبر من على الموقع بس حظوهم الزي انه كان نشر في كل المواقع والجرايد فبقى الرأي العام شاهد على كلمتهم